إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين وأحببت هنا أن أنبه على أمر يغفل عنه كثير من المسلمين ألا وهو أن هناك سببا عظيما لإجابة الدعاء وهو يا أخي أو يا أختاه أمر يسير إذا أردت النوم فتوضى ثم نم متوضئا فإذا تنبهت من نومك واستيقظت في الليل فقل لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله ثم قل اللهم اغفر لي أو ادعو بما شئت فإنك موعود بأن يستجيب الله دعائك على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم صح في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تعار من نومه فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال اللهم اغفر لي أو دعا استجيب له فإن توضأ وصلى قبلت صلاته أو كما قال صلى الله عليه وسلم وسلم شكرا